عزيزي الحباب صاحب الارباعي وصلنا الثمانية وثمانتاش ندقيقة تحييلكم من السيكول مرحبا بكل متابعينا في كل مكان نعمل وطلع على صحف الصدر اليوم الجمعة 14 ديسمبر 2018 حل الجريدة حلين الجريدة يا جماعة تقريباها مخبار الموجود في صحفة الوطنية اللي نبدو بها بجريدة الشروق بمشاركة المهن الحرة المحامون يعلنون العسيان الجبائي على كل هذه ملف اللي ان شاء الله باش نحاول نتابعه معاكم اليوم مع المهنة الحرة يكون حاضرة معنا ان شاء الله بعد شوية الكاتب العام ونحكيه اكثر ديتيار حول المشاكل عليش اللي عام الوقفة الاحتجاجية بعد شوية يكون حاضرة معنا امينة تركيا امين عام الاهتحاد تونسي للمهنة الحرة نتعديه الى المواضيع الاخرى جريدة المغرب اللي اختارت اليوم تحكي على سقوط مشروع اسلاح منظومة التقاعد بعد ان صوت الجلسة العامة على فصول الستة فصلا فصلا كيف كيف نمشيه الى جريدة الصباح اللي اختارت نفس الموضوع تحطوه في الايون في صفحة الرابعة اسقاط مشروع قانون الترفيع في سنة تقاعد رغم الموافقة على جميع الفصول بالنسبة الى جريدة الانوار الصادرة لليوم اختارت تحكي على خلافات سياسية انهيار اقتصادي واحتقان شعبي تونس الى اين تتساءل وصورة للباجي قادر سبسي رئيس الجمهورية بعد انتهاء التعايش هل دخلت تونس مرحلة المواجهة نرجع الى جريدة الشروق اللي حكيت على اقسام الولادة في المستشفيات وملف في الصفحة الثامنة وتاسعة معاناة وسؤال معاملة ذايا اللي اكثر دي تاي تلقاه في الصفحة الثامنة وتاسعة نعطيكم بعض الارقام اللي موجودة 67.5% هي نسبة الولادة في المستشفيات العمومية ما يعني وانه هذه المؤسسات العمومية هي القبلة الاولى للحوامن لوضع موالدهن 67% من حالات وفيات النساء اثناء الولادة تسجل في ولاية الوساط الغربي اي في سيدي بوزيد القروان والجسرين 17.9% هو المعدل للوطني اللي وافيات الرضع في عام 2009 وهو في حدود 21% في ولاية الجنوب و23.6% في الوساط الغربي 19 هو عدد الولايات اللي تشكو نقص في عدد اطباء الاختصاص 40% من الحوامن يلدنا في المصاحات الخاصة في اقليم العاصمة و30% في بليتو في صفاقص نابل وتوصل لهذه النسبة الى السفر في ولاية تطوين بالنسبة 40% زادة مرة اخرى نلقاوها هو الرقم هذيها نسبة انساء التي يلدنا دون اي مساعدة طبية وذلك في زغوان القصرين وتوصل النسبة الى اقل من واحد في المياه في اقليم العاصمة اكثر ديتي حول هذا الملف جريدة الشروق وملف مهم جدا على كل نكملوا مع المواضيع الاخرى المطروحة في الصحافة الوطنية الصباح حكيت صفحة سادسة على هيئة الدفاع عن الشهيدين الشهيد محمد زواري اللي تكشف جاسوسية جاسوسة نمساوية على علاقة بالملف وتتعامل مع رجل اعمال تونسي والتقت بامال كربول بتنسيق من روني ترابلسي هذي تتلقاه لدي تاي في الصفحة السادسة اغتيال ابراهمي وناجم الغرصلي الغرفة السوداء واغتيال الزواري الداخلية في مواجهة الحقائق المبتورة صفحة ثالثة من جريدة الصباح كمنا تقريبا اهم الصحف واهم العنوان المطروحة في الصحافة الوطنية واخر عنوان اللي هو في الصباح بين الاتحاد والحكومة ازمة استثمرها النداء والمعارضة قانون المالية يشعل الغضب واتفاق الوظيفة العمومية قد يلطف الاجواء بعد شوية ليل مونديال